وزارة الشؤون الرياضية تحتفي بالفائزين في مسابقة الأندية للإبداع الشبابي في نسختها الثالثة لعام 2015-2016 ثمانية وثمانون فائزا في هذه المسابقة التي شارك فيها أكثر من خمسة ألاف وخمسمائة متسابق من مختلف أندية السلطنة والعمال للوفاء أعظم سفير المكسب الأول في المسابقة ليس المركز كثير ما أنه هذه الهالة الثقافية وهذه الحركة الثقافية التي نعيشها كلنا مع بعض ونتمنى أن تتكرر كل سنة إبدعات شبابيها من أفضل المسابقات وأكثرها شمولية وتعددا للمجالات فوز في هذه المسابقة يعتبر فخر لي وفخر للنادي الذي أمثله الجائزة الحمد لله رب العالمين أول شيء راح تضاف في مسيرة الشعرية ومسيرة الذاتية التي هي في الشعر وأنا أحس أنها إنجاز من تقدم إلى آخر تنافس المشاركون على مدى خمسة أشهر في عدد من المجالات منها الفنون التشكيلية والتصميم الرقمي والشطرنج والمسرح والإخراج السينمائي والتصوير الضوئي والبحوث والتعليق الرياضي هذه المجموعة التي تنافست على مدار أكثر من خمسة شهر كانت في مرحلة الواء على مستوى الأندية ثم على مستوى الحوضة في ذلك السلطنة الهدف الأسمى والأساسي من هذه المسابقة وتنفيذها للسنة الثالثة على التوالي هو إيقاد متنوع متنفس من الأنشطة تلبي طموح ورغبات الشباب غير القانب الرياضي نسعى إلى ترسيخ مبدأ القوانب الثقافية والاجتماعية والعلمية في الفنية مسابقة الأندية للإبداع الشبابي تعتبر إحدى البرامج التي تعمل على تطوير العمل الشبابي المؤسسي لتشجيع واستقطاب المجيدين والمبدعين في مختلف الأنشطة الشبابية وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى تمكينهم من التفاعل مع مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية وربطها بقضايا المجتمع